الفريق ملوش اي علاقة بما يحدث اي كلام احنا بنقوله او بتقوله القرارات اللي بتتخذها الادارة ملناش اي علاقة الفريق حيروح يلعب لو فيما لعب تدريب النادي الوداد لان احنا متأكدين ان اخواتنا في المغرب حيستضيفونا افضل استضافة انا متأكد من هذا الامر مليون في المية مليون في المية انا متأكد منه ولكن عندنا اتحاد افريقي غريب جدا بيحاول ان هو متفهمش عايز يغبط مصر في المغرب عمرها ما حتحصل عمرها ما حتحصل او بي انا اسف الاهلي في الوداد عمرها ما حتحصل جمهور الاهلي هو الاكبر في افريقيا وفي المنطقة العربية وجمهور الوداد جمهور عظيم وكبير وعارفين ايه ايه اللي بيحصل عارفين ايه اللي بيحصل وفي نفس الوقت تخيل حضرتك لما يكون عندك مسابقة كبيرة او اكبر مسابقة عندك في الاتحاد الافريقي وحضرتك بتضرب سمعة هذه المسابقة بهذا الاختيار السازج والهزلي مش عشان ملعب واحد من أفضل الملعب في أفريقيا وكل حاجة وجمهور المغرب وكل حاجة وكل حاجة ولكن انت فين مصدقيتك وعدلتك كمنظم لهذه البطولة هي فين فين الكلام ده هل مطلوب من النادي الأهلي ان هو يروح وحاجات كتيرة جدا هنتكلم عنها الفترة اللي جاية لانه عايزين نقعد بقى نتكلم عن الأمور دي كلها ورسالتي هتبقى رسالتي الأخيرة لأعضاء مجلس إدارة الكاف استفيقوا او المكتب التنفيذي للكاف استفيقوا فوقوا فوقوا شوفوا فوقوا وشوفوا ايه اللي بيحصل ليه كل ده معرفش روحي لعفق اي حتة اخي يعني لقيت لغط على حاجة معينة روحي لعفق اي حتة وبمناسبة الحديث برضو على النهاية دوري الأبطال مجلس إدارة النادي الأهلي طلب من الكاف وكمان الاتحادات الأربعة اتحاد التونسي والجنوب الافريقي والمالي والموزنبيقي عشان يأجلوا استدعاء رباعي الفريق المحترف التونسي علي معلول والجنوب الافريقي بيرسي تاو والمالي إليو ديانج والموزنبيقي لويس ميكي سوني إلى ما بعد انتهاء مواجهة الوداد يوم 30 مايو لأن زي ما قلت لحضراتكم ده معادل أجندة الدولية يعني المفروض أن اللاعبة دي تنضم للمنتخبات بلادها في نفس الموعد النهائي وعشان كده تمت مخطبة الاتحادات اللي أنا قلت لحضراتكم عليها سواء التونسي أو المالي أو الموزنبيقي أو الجنوب الافريقي ولكن أنا عايز أطم من جمهور النادي الأهلي لا داعي للقلق لا داعي للقلق إن شاء الله إن شاء الله حيتم الموافقة والاستجابة لطلب النادي الأهلي بتواجد هؤلاء الأربعة في النهائي وبعد كده طبعا بيتسو موسيماني يختار زي ما هو عايز لأن أنا لاحظت الحقيقة خلال الساعات الأوليلة اللي فاتت حالة من القلق والغموض والتساؤل من جانب الجماهير وده حيكون بسبب إيه؟ حالة الارتباك وتضرب القرارات والأراءة المختلفة داخل الكاف هو اللي عمل لنا كل هذه البلبلة وكل هذه الحالة الغريبة جدا من الغموض اللي احنا عايشين فيه ولكن هنعمل مش عايز حال لكم تستغربوا يعني هو ده حالنا في الكاف بقالنا فترة بهذا الشكل بقالنا فترة طويلة بهذا الشكل أتمنى إن شاء الله أول بأول هحاول نتطمن مع حضرتك وحنحاول نحن أو أنا عايز من منكم خلال الفترة اللي جاية في ظل المباريات الدوري اللي احنا بنلعبها بكرة وإن شاء الله يوم السبت وبعد كده المباريات اللي بعد كده عايز دايماً مسندة للفريق إن شاء الله فوزنا للمرة التالتة على التوالي بالبطولة الأفريقية يا رب إن شاء الله حيكون أكبر رد على كل هذا الظلم